رأيكم لو نرجع أجواء رمضان من تاني ونعمل أجمع طريقة للقنافة بالمانجا ومن غير مانجا خالص وراهينكم لو حد عملها زي قبل كده يلا نبدأ وصفتنا الجميلة لازن بجد تقوموا نجربوها معي حوالي ربع كيلو من القنافة المجمدة فرقتها كويس جدا وهي مجمدة من الفليزر لحد ما بقت بالشكل دو وعليها معلقتين من السكر البودر وحقلبهم كويس جدا وكمان عليهم ربع كبية من السمنة حوالي معلقتين كبار ولون طعام أورنجي كده عشان يديها لون حلو ده اختياري وبرفحها على النار لحد ما تتحمر على النار هادية لحد ما تتحمر ويبقى لونها دهبي بالشكل الجميل دوت حفضيها بقى في بولة واركنة على جنب لحد ما تبرد بجد حتجربوها وحتاكلوا صابعكم وروها تعالوا بقى للكريمة بتاعتنا معي كوبية من بودرة الكريم جانتي وعليها عصير مانجا جاهز مش هنحتاج مانجا خالص عشان المانجا ساعة مش بتبقى متوفرة وغالية فعليها كوبية من عصير المانجا أو كوبية وربع على حسن ما الخليط يتقل معيك ويبقى بالشكل الجميل دوت ولو حابين تحطوا مع الكريم جانتي باستري كريم هيكون افضل يبقى نص كوبية من الباستري كريم ونص كوبية من الكريم جانتي وبس كده انا دلوقتي حطيت على الكنيفة بتاعتي شوية من الشربيت الحلويات مش شرط يكون سئيل ولا خفيف يعني قومه متوسط كده وابدأ اقلب شوية شوية لحد ما تبقى زي رمل البحر المبلول وبركنها على جنب ومعي اوالب السيليكون الجميلة بتاعتي انا بكون دهنيها بالسيرب اللي هو الشربيت يعني علشان لما ايجي اه نزلها او اطلحها من الاوالب تطلع معي بسهولة وابدأ بقى املاها بالكريمة اللي من البانجا طعمها خطير خطير دي كلمة قليلة عليها بجد وحط كده طبقا من الكنيفة تانية وخلص على كده ودخلتها الفليزر حوالي ساعة لحد ما بقيت متماسكة وجمدة معي وفكها بقى بالشكل ده وتبصت عشان انا كنت دهنة الاوالب بالشربيت طلعت معي بكل سهولة وعلى الصينية بتاعتنا بقى الجميلة بتاعت رمضان نبدأ انه رس الكنيفة بتاعتنا وبالفة هنا وشفة طعمها حكاية والله انتو هتدمنوا الطريقة دي من غير منجا وعملناها بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا وحطيت على الوش بقى شوية من الكريمة كده اللي من المنجا بتاعتنا وقطعت عليها شوية مش مش هي كانوا بقين عندي من رمضان انت لو ما عندكش كنافة بقية عندك في الفليزر من رمضان تبعتك جبيها من اي سوبر ماركت وتقومي تعمليها على طول الوصفة مش هتاخد معيكي وقت خالص والطعم بقى ينهر ابيض على الجامل والحلاوة عصير المنجا ناقلها في حتة تانية خالص يعني اكنكم بتاكلوا كنفة بالمنجا بجد بجد يعني خطيرة هتاكلوا صوابعكم وراها انا من جمالها مش قادر اوقف وانا بتفرج دلوقتي اتشوقت عليها اكتر من بجد ما تتسبش اسمعي مني بجد وعد تجربوها وتعجبكم وتبعتولي تقولولي رأيكم فيها ايه يارب تعجبكم وبالفة انا وصفها وباي باي